أهلا بكم نهاية العام 2010 كانت المنطقة المسمات بالشرق الأوسط وشمالي إفريقيا مقسمة إلى محورين رئيسيين واحد يحمل اسم الاعتدال العربي قريب من الغرب على خلاف مع الإسلام السياسي بعض دوله لها علاقات مع إسرائيل وكان هذا المحور يضم المغرب وتونس ومصر والسعودية والأردن ودولا أخرى ترعى على ضفافه على المقلب الآخر محور يسمى بمحور الممانعة والمقاومة يتبنى المقاومة ضد إسرائيل وممانعة المشروع الأمريكي في المنطقة كما يقولون كان هذا المحور متصالحا مع الإسلام السياسي وبعض أطراف يروج له تحت مظلة هذا المحور كانت إيران وسوريا وحزب الله وفصال المقاومة الفلسطينية في غزة وعلى دفافه دولونقا قطر والتركيا والسودان والإخوان المسلمين في مصر مع انطلاق شرارة التدهورات في بعض الدول العربية ومصطلح على تسميته بالربيع العربي بدأت خريطة التحالفات والمحاور بالتبدل لعب الإخوان المسلمون دورا في إسقاط الأنظمة في كل من مصر وتونس وليبيا بينما كانوا ينشطون لإسقاط النظام في كل من اليمن وسوريا سوريا كانت بيت القصيد تشكل محور جديد تحت مظلته قطر وتركيا ومصر وتونس والإخوان ليبيا وحركة حماس الفلسطينية تعرض هذا المحور لنكاسات عدة بعد أقل من عامين على تشكيله الحالة الإسلامية في تونس انحسرت والإخوان في ليبيا خسروا الانتخابات وأخوان مصر تعرضوا للإيطاحة من السلطة لينجل الغبارة عن محور بثلاثة عضلع رئيسية قطر تركيا وحركة حماس على الأقل مما يظهر من خطاب حماس السياسي المعلن محور المواجهة والمقاومة مر بحالات مد وجزر كانت المعركة في سوريا مصرية بالنسبة لأطرافه بدأ تحالف إيران سوريا وحزب الله حديديا ينضم لاحقا إليه العراق صحيح أن حركة حماس تبدو من الظاهر مبتعدة عن المحور لكن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ثبتت نفسها شريكا فلسطينيا أصيلا فيه محور الاعتدال بدوره حافظ على وجوده على الرغم من خسارة مصر في البداية عادت مصر إلى المحور بعد سقوط الإخوان في يوليو تموز عام 2013 لكنها ميزت نفسها من خلال فتح جسور مع أطراف أخرى ومقاربات مختلفة فيها أكثر من ملف كما برزت الإمارات فيه إلى جانب السعودية والأردن هكذا أصبح للمنطقة محاور ثلاثة تتقاطع وتتواشى لكنها اليوم أمام تحدي بقاء اسمه تنظيم داعش ترجمة نانسي قنقر